السلام عليكم ورحمة الله تحياتي إخواني الكرام أحبائي هاي الميزة جديدة بتخص الكود الصحي طبعا رح تشوفوها رح تساعد كتير ناس على تريوحهم يعني بدل ما مثلا إذا أنتوا بتكون تروحوا على مكان بدل ما يطلبوا من الجميع هس كود ويصير الشخص بدي يفوت على التليفون يطالع الهس كود طبعه هلأ رح تعملوا هس كود إخواني الكرام بهذا الفيديو بمجموعة وحدة يعني بكل بساطة بتقدروا من تليفون واحد انكن اتفرجوا الهس كود سواء تبع صحابكن تبع عائلتكن كلها عم تكون موجودة بمجموعة وحدة من خلال الإيدولات طبعا بداية إخواني الكرام صلوا على رسول الله وعملوا عجاب للفيديو أخواني الكرام وشاركوه على أوسع نطاق خلي الجميع يستفيد خلينا نبلش بشرح الفيديو طبعا إخواني بداية منسجل الدخول على موقع الإيدولات ومنروح على شريط البحث طبعا بداية بدي نوهنا موضوع صغير أنا حكيت بالفيديوهات السابقة كيفية حجز موعد يأخذ اللقاح وكمان حكيت عن كيفية استخراج كملك اللقاح الجديد تمام رح تشوفوا هلأ هون بأعلى الشاشة روابطون هدول الفيديوهات بإمكانكم تشوفوهن بداية إخواني رح نروح على شريط البحث ونكتب كلمة هس كودو اللي هو الكودو الصحي ونضغط على كلمة بحث رح يطلع عندي خيارات كتير في عندي هذا الخيار إخواني الكرام اللي هو كما لكم شايفينه طبعا هس كودو صور قولاما تمام اللي هو الهس كود الجماعي تمام رح نضغط عليه أحبائي رح تطلع عندكم شاشة بهذا الشكل إخواني الكرام ورح يكون هون فوق مكتوب كلمة اسمها يني قروب ألوشتر تمام يعني إنشاء مجموعة جديدة رح تضغطوا عليه إخواني رح تحطوا اسم للمجموعة يلي هي رح تكون تحتوي على الهس كود تبعكم تبع الأطفال تبع الزوج تبع الزوجة أو سواء مثلا أصدقاء مثلا مجموعة أصدقاء بدون يعملوا مجموعة لهس كود تبعهم فبتسموا هون اسم المجموعة هم يقول لي هون جروب قضي ما بتفرق بتسموها مثلا بأي اسم مثلا سموها مثلا آيلة هس كودو مثلا أي اسم أنتو فيكن تسمو ما في أي مشكلة تمام هون أخواني الكرام جروب عتشكلا مصي يعني التوضيح بتكتبوا مثلا أي شيء أنتو بتكون ياه مثلا بإمكانكم تكتبوا أنه كمان آيلة هس كودو يعني هذا الشيء بيرجع لكم على حسب أنتو لمن يعني شو وحبين تكتبوا فيكن تكتبوا ما في فرق تمام بعدين رح تنزل للأسفل إخواني الكرام رح تضغطوا على كلمة قايدة يعني أحفظ وتقدم تمام رح نضغط عليها نستنى شوي متل ما لكم شايفين عم يقول لي أنه تم رح ترجم لكم إيها العربي تم إنشاء المجموعة بنجاح بإمكانكم إضافة أكواد تحت يعني بإمكانكم بقى تضيفوا الأكواد تبع الهس بالمجموعة تمام شو رح تساوي هلأ بكل بساطة رح تنزل للأسفل تمام رح تضغطوا هون على محلموا مكتوب هس كودو مثلا تضيفوا الهس كودو مثلا تبع الزوجة تمام تضيفوا ضفنا مثلا الهس كودو تبع الزوجة تمام مثال يعني أو تبع الأولاد ضفنا أول أول هس كودو أخواني الكرام بعدها رح نضغط على كلمة إكلة وقايدت مثل ما لكم شايفين هون عبيقلي أنه مش الحال تم إضافة الهس كود رح تنزلوا للأسفل رح تضيفوا أخواني الكرام كمان هس كودو مثلا للأطفال للأشخاص للجميع هون تمام طبعا رح تشوفوا هون بالأسفل الهس كودو اللي أنتو ضفتوه موجود تمام أخواني المهم منضيف عدد الأشخاص أخواني الكرام مثلا هل هن 3, 4, 5 خلصنا من إضافتهم طبعا من هون عم تضيفه مثل ما علمتكن خلصنا من إضافتهم بعدين شو رح تساوي رح تطلعوا لفوق في عندكم شي اسمه جروب ليستسي رح تضغطوا عليه مثل ما لكم شايفين أخواني الكرام رح تلاقوا جميع الهس كودو موجودين هون يعني أنتو لما تضغطوا عليها جروب صور قولا تمام مثلا إذا كنتو بمكان وحابين تفرجوهم الهس كودو رح تلاقوا الهس كودو موجود تحت عرفتو عليه شلون أو رح تلاقوا الترتيب كلو موجود هون عندكن بكل سهولة فمن خلال هالشي إخواني الكرام بتكونوا وفرتو على حالكم موضوع اللي هو بقى كل شخص يفتح تديفونه ويطالع هس كود أحيانا في أطفال مثلا في كذا فالموضوع عم يعزبكن بشكل عام طبعا هلا هون رح أرجع بس نوه لموضوع صغير بالنسبة للأشخاص اللي حابين يطالعوا هس كود من الإيدولات الموضوع كتير بسيط بتضغطوا على كلمة هس تمام في عندي هون هاي الكلمة هس كودو أوريتمة بتضغطوا عليها تمام وبتضغطوا على يني هس كودو وطبعا بيحطولكن هون اسم كون بإمكانكن تستخرجوا لكن انتو تحطوا كان دي أضمة وزا في عندكن أولاد صغار إخواني الكرام متل ما نكن شايفين فيه هون عندي خيار اللي هو بدي يستخرج لأولادي يلي تحت لـ 18 وبعدين بتنزلوا للأسفل وبتضغطوا على كلمة متابعة وهيك أخواني الكرام استخرجوا كودها يسئلكون وللأولاد إن شاء الله يكون الفيديو فاتكن أخواني الكرام طبعا لا تنسوا من شاركت هذا الفيديو أخواني على أوسع نطاق خلوا الجميع يستفيد واللي عنده أي استفسار أو تعليق بإمكانه يكتبوا بي قسم التعليقات واللي ما اشترك بالقناة بتشرف أنه يشترك بقناتي لأنه عندي معلومات هام إن شاء الله رح أقدم لكم إياها بالفيديوهات القادمة تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لكم